الحقيقة الغرب يستند إلى الرواية الأوكرانية بالدرجة الأولى إلى رواية العكومة الأوكرانية التي تتحدث على أن هناك حصار لمدنيين خصوصا الآن في مدينة ماريوبول حيث أخلت من نجة النظر الأوكرانية أتحدث أخلت روسيا بالتزاماتها بإيجاد ممرات آمنة لخروج المدنيين البعض يتحدث على أن هناك أكثر من 20 ألف ضحية ربما راحوا ضحية هذا الصراع المندرع في تلك المدينة وهو الأعنف الحقيقة على امتداد الأرض الأوكرانية ويبدو أن شدة العنف سوف تزداد خلال الساعات وربما الأيام القليلة القادمة لأن الجانب الروسي مصمم على المضي قدما في السيطرة على هذه المدينة باعتبار أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للتقارير الغربية تستند على عدة أمور أولا الرواية الأوكرانية التي تحدثنا عنها ثم أن هناك تقارير استخباراتية موجودة والاستخبارات الغربية بشكل عام سواء البريطانية أو الأمريكية موجودة على الأرض النقطة الثالثة أن هناك بعض التسريبات من الفيديوهات القادمة من تلك المدن وبالتالي حصار مدينة معينة منع خروج ممرات إنسانية وهنا أتحدث في المنطق الغربي وامطار هذه المدينة بوابل من القنابل والصواريخ ذلك تعتبره الدول الغربية إبادة جمعية طبعا هذا أيضا دعينا نشير من جهة الأخرى إلى أنه يأتي في سياق الحرب الإعلامية منذ البداية تم الحديث على أن الرئيس بوتين مجرم حرب كما تحدث الرئيس الأمريكي وأن هناك جرائم حرب حتى قبل الكشف عن ما حدث في بوتشا وبالتالي هناك الجانب الإعلامي الحرب الإعلامية وهناك بعض التقارير الاستخباراتية يعني وفي إطار هذه الحرب الإعلامية كان السفير الروسي في واشنطن وصف الاتهامات الأمريكية بينها محاولة لشيطنة روسيا يعني هل يمكن أن نشهد تحقيقات تثبت صحة ودقة هذه المخاوف الحقيقة الجانب الغربي بشكل عام والجانب الأوروبي الذي توافد مسؤولوه خلال الأيام القليلة الماضية منذ انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة الأوكرانية كيف توافد مسؤولوه إلى العاصمة الأوكرانية والتقوا مع الرئيس وهناك وعود بمساعدات من الدول الغربية هذه المرة المساعدات في إطار التحقيقات وفي إطار التوثيق ومن ثم محاولة تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب ما بين ظفرين إلى العدالة الدولية سواء محكمة العدل الدولية أو المحاكم الأخرى أو حتى ربما توجد محاكم خاصة بالحرب الأوكرانية وبالتالي على الصعيد الغربي هناك اهتمام طبعا مسألة شيطانة الرئيس بوتين الحقيقة ليست محاولات وإنما هي بالفعل تتم حاليا على قدم الوساق في وسائل الإعلام الغربية ومن قبل المسؤولين الغربيين وبالتالي هذا الأمر سوف يستمر طالما أن الصراع من دلع هناك الآن يتم التحضير كما تعلمين لحرب في شرق الأوكرانيا في إقليم دنباس على وجه التحديد وبالتالي حدت الصراع سوف تزداد وكلما ازدادت المعارك قوة وشراسة كلما ازدادت الحرب الإعلامية وكلما ازدادت الضغط سواء من الناحية الإعلامية السياسية من الناحية الاقتصادية على الجانب الروسي ويتوقع أن يزداد ذلك خلال الأيام القليلة القادمة على ضوء هذه الاتهامات من بايدن هل هناك أوراق يملكها ومن خلف الدول الغربية للتعامل مع روسيا أم سيبقى في إطار الاتهامات وفرض العقوبات هل يمكن أن نشهد خطوات حقيقية لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب كما يزعم لا كإجابة مباشرة باعتقادي أن الغرب لا يمتلك الأدوات بالفعل لتقديم المسؤولين الروس إلى العدالة الدولية هذا الأمر صعب للغاية أولا التحرك سوف يكون عبر الأمم المتحدة وكما تعلمين روسيا تتمتع بحق النقض البيتو وبالتالي يتم إجهاض أي تحرك تولي في هذا الإطار سواء ذلك يتم عبرة وجود على الأرض من قبل الدول الغربية أو أن يميل أو تميل ميزان القوى العسكرية لصالح الجانب الأوكراني وهذا بالطبع مستبعد للغاية وبالتالي هذا يدخل في إطار البربوغاندا أكثر من إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع طبعا إيجاد توافق تولي ربما يسمح عبر مؤسسات الحوكم الدولية محكمة العدل الدولية ومحاكم جرائم الحرب ربما إلى ذلك ربما يسمح بفتح التحقيقات لكن الوصول إلى محاسبة مسؤولين باعتقادي أنه مسألة في غاية الصعوبة وفي غاية التعقيد وهذا لن يتم ولكن هذا أيضا في إطار الضغط على الجانب الروسي المتمثل والذي يأخذ أشكال متعددة دبلوماسية سياسية عسكرية إلى ما هنالك سوف يتوقع أن تستمر طبعا أشرت إلى نقطة على غاية من الأهمية وهي بسألة العقوبات هل سوف تستمر هذه العقوبات لكن من الواضح الآن الحقيقة بعد مرور عدة أسابيع من انطلاق هذه العملية العسكرية أن هناك خرق كبير في هذه العقوبات وهي مسألة الطاقة والغاز وحتى الآن الغرب لم يجد حل ويبدو أنه من المستحيل أن يجد هذا الحل في الأمد القريب وبالتالي سوف يبقى هذا الخرق موجودا حتى الآن الحقيقة وربما تبين ذلك خلال أيام القرية الماضية الاقتصاد الروسي متماسك الروبل العملة الروسية متماسكة وروسيا قادرة على التعامل مع كل الضغوط الغربية طالما أنها تمتلك الورقة التي تؤلم الغرب كثيرا تؤلم الدول الأوروبية على وجه التحديد ونتحدث هنا عن صادرات الغاز والبترول ولا يبدو أن الغرب مستعد للتخلي عنها لا بل أن ذلك بدأ يوثر على المواطن البسيط في الدول الغربية وهذا ما يمنع من اتخاذ إجراءات أكثر شدة تجاه الجانب الروسي؟ حتى أن روسيا أعلنت أنها ستواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى استكمال كامل الأهداف كما يقول بوتين وكما تظهر أيضا صور الأقمار الاصطناعية مزيد من الحشود العسكرية والقوات الروسية في غرب روسيا لتجدد الهجوم الروسي هل يعني ذلك أن أمام حرب طويلة الأمد في أوكرانيا على الرغم من كل هذه المواقف والإجراءات والعقوبات الغربية عليها؟ اسمحي لي أن أجيب في زاويتين الزاوية الأولى المتعلقة بالتقطيرات الغربية والحقيقة على انتداد الأسابيع القليلة الماضية كل المسؤولين الغربين الذين يتحدثون يتحدثون عن حرب طويلة الأمد وبالتالي على سبيل المثال عندما يتم الحديث عن بعض العقوبات التي سوف تفرص في شهر آب أغسطس القادم وهذا يعني عدة أشهر ويتوقعون أن تستمر لما هو أبعد من ذلك وبالتالي التقديرات الغربية في نهاية المطاف تتوقع أن يكون هذا الصراع منتدا لفترة طويلة ربما تمتد لسنوات كما قيل على لسان بعض المسؤولين الغربيين الزاوية الثانية وهي زاوية مرحلية إذا جهز التعبير بمعنى أن يبدو أن الجانب الروسي خلال الأسابيع القادمة يقوم على مسألتين أساسيتين أولا الوصل بين إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم وبالتالي ذلك سوف يكون له نتائج استراتيجية على غاية من الأهمية تسعى إليها روسيا لأن ذلك سوف يجعل بحر آزوف هو بحيرة روسية أكثر من أن يكون مياها دولية تتشاطئ عليها روسيا وأوكرانيا المسألة الثانية وهي انطلاق المعارك في الشرق وأنت أشرت إلى نقطة على غاية من الأهمية أشرت إليها الأقمار الصناعية والحقيقة هذا كان متوقع من قبل الخبراء العسكريين خلال الأيام القليلة الماضية من أن روسيا تتحشت في شرق في إقليم دونباس من أجل السيطرة على كامل الحدود الإدارية للجمهوريتين لإقليم دونباس وبالتالي يستطيع الرئيس الروسي في الثامن من شهر أيار مايو القادم وهو عيد النصر في روسيا أن يتحدث على أن هناك نصرا تحقق لذلك بالرغم من كل الضحايا وبالرغم من كل الضغوط وبالرغم من أن هناك حديث عن ربما احتمال سقوط عدات كبيرة من المدنيين يستمر الضغط على ماريو بول السيطرة عليها والعملية العسكرية ربما نتوقعها في أي لحظة